طيب يا شباب في الفيديو ده إن شاء الله بإذن الله هنتكلم على 3D animation لعملية الإكليبريم اللي بتحصل في الإنر إير في الجزء اللي هو بتاع الستيبلر سيستم تعالوا كده نشوف يعني زي فيديو كده animation هو دلوقتي هي ودينا هي ورينا الإنر إير احنا عارفين إنر إير أصلا بتتقسم لكذا كمبارتما يعني في أوطر إير إنر إير ميدل إير إنر إير إينار إير اللي هملة الإنر إير اللي هملة الإنر إير اللي بتكون من حكتين حاجة مسؤولة عن السم هي الكوكلة اللي عاملة زي القوقعة دي و دي اتكلمنا عليها في المحاضرات بتاعت الهير اللي هنركز عليها اكتر بقى جزء ال VSTBULAR SYSTEM اللي هو الجزء المتبقي اللي هو ال VSTBULAR COMPLEX اللي هو عبارة عن حاجتين حاجة اسمها VSTBUL و حاجة اسمها سيمسرور غنات دي اللي مسؤولة عن الاتزان و دي اللي هندرسها ده جزء VSTBUL عبارة عن حاجتين جوابا يعني حتة الفقوعات الكبيرة والكهف الكبيرة ده اسمه VSTBUL اللي هو ال VSTBUL ده عبارة عن حاجتين عبارة عن ساكيول و حاجة اسمها مكيول كلمة ساكيول تصغير كيس او سوري ساكيول و يوتريكل الساكيول دي تصغير كيس و يوتريكل دي تصغير يوترس عاملة زي راحم برضو يعني مكان واسع في حاجات تمام؟ الساكيول و يوتريكل دول الاتنين دول بيبقى فيهم خلايا حسية بتستشعر الوضع بتاعك وتستشعر حركتك في خط مستقيم يعني تعرف انت بتتحرك لقدام ولا بتتحرك لورا و ده طبعا مهم جدا عشان انت تبقى متزن تكون حركتك متزنة لو انت مش حاسس بمكانك و محاسس انت ماشي قدام ولا وراها هتقع تمام؟ فهي دي بيبقى موجود فيها خلايا اسمها الهيرسلز شبه الخلايا بتاعت السامعة بالضبط اللي موجودة في أرجان وفكورتي هاي شايفين؟ ده شكل الخلية هو و نطالع منها هو نيرون والخلايا دي لها شعر كده هيرسلز تمام؟ وفي هنا بقى مادة جيلتينية اللي هي الزرقه دي اللي هي الشعر ده غايص فيها وهو فوق كده في حصوات او كريستلز الجزء ده كل على بعضه هناك كان اسم ارجان وفكورتي في السامعة هنا اسمها ماكيولا حتى اسمها ماكيولا او بوقع كده دي عبارة عن ايه بيبقى موجود فيها ايه مميز بيبقى موجود فيها كالسيم كريستلز كده او فيها بقى نوع من انواع الحصوات او بنول عليها اوتوليث اوتوليث يعني لث يعني حصوة اوتو يعني ويدن حصوات بتاعت الويدن انتب ايه وفادة الحصوات دي الاك الحصوات او الوتوليثيس دي بيبقى لها كتلة معينة تقيرة شوية فلما انت حضرك بتتحرك القدام تطلع القدام او تمشي الورا بتبدأ دي بالانيرشي حاجة اسمها الانيرشي اللي هي زي القصور الذاتي كده بتبدأ انت طلعت القدام فرد فعلا هي بترجع الورا ازاي ما انت بكون راكب لتو بيسؤول ونتو بيطلع القدام او راكب المترو اول ما بيتحرك على طول كده بتلاقي نفسك رجعت الورا عشان عايز تحافز على مكانك او جسمك في مكانه وكذلك لما بتجي توقف بتلاقي جسمك بيكمل مع الحركة اللي بتحصل دي حاجة اسمها انيرشي عنده مومنطم والعربية بتتحرك اسمها انيرشي والعربية بترجع الورا اسمها مومنطم في كلا الحالتين انت لما حضرك بتبدأ الحركة او بتنهي الحركة ده بيؤثر على ايه بيؤثر على الحصوات دي انت بسهلا لو انطلقت مرة واحدة الحصوات دي بترجع الورا لو انطلقت القدام مرة better لو قفت مرة واحدة الحصوات دى بتكمل يقدم حركة الحصوات يعني بتكمل في ميلي سيكن لس حركة الحصوات دى хорош الشدد المادة الجينتينية نتيجة ان انت جسمك ساكن و امور واحدrite او قم ووقف مرة واحدة فالمفروض ان الحصوات دى واخد حركتك كثير من motors depend比 وانت محي زى م23 وتوقف مرة واحدة TW اواخد سرعة العربية فبتلاقي جسمك مكمل لقدام تغبط في الدريكسيون بتاع العربية مثلا تمام فهنا نفس الفكرة مثلا لو توقفت مراحدة هتقوم الحصوات دي مكملا لقدام او والسائل دي يكمل لقدام وكذلك لو بدأت الحركة انت كنت ساكن فبتبدأ حركة مرة واحدة فتلجع الوراء التحرك القدام والوراء ده بيستحس هذه الخلاء دي لما تغبط في بعضها كده وتتحرك يمين وشمال لما تقرب ناحية اطول الواحد فيهم ده ده بيخلق كهرباء بيعملك اكشى متنشي سبع اللي كنا اغنين اوورجانوف كورتي بس كان الفارق ان اللي استيملص في اوورجانوف كورتي كان صوت موجات صوتية هي اللي بتهز الشعر ده انما دي التحرك الوراء والقدام الجاذبية والقصور الذاتي هو اللي بيخلي الحاجات دي تتحرك تمام زي بظبط فكرة العربية كده تبدأ بقى الحركة دي تخلق لك كهرباء فانت تحركت القدام يبقى في بعض بعض المكيولز هي اللي تشتغل ان احنا عندنا مش مكيول واحدة بقى كل حتة في الفيستيبيول فاكرين الفيستيبيول ده هون ارجعوا كده اهو الفيستيبيول ده مليان يعني في في مكيول هنا في مكيول هنا في مكيول هنا يعني كل حتة فيها مكيولة فوالله انت تحركت ان انهي ناحية المكيولة دي لها تشتغل اتحركت مش عارف ناحية دي المكيولة دي لها تشتغل فعلى على 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 حسب انهي مكيولا اشتغلت وعلى حسب انهي هير سيلز طلع منها اكشن بوتنشال المخ بتاعك الكورتكس بتاعتك بتقدر تميز انت مميل لقدام ولا مميل وراء طالع لقدام ماشي لقدام ولا بترجع الوراء تمام يبقى ده الفكرة اللي بنقدر نحدد بها حاجة اسمها لينير اكسلوريشن لينير يعني خط مستقيم واكسلوريشن يعني سرعة او تصارع او ما انك تمشي في خط مستقيم تجري في خط مستقيم دي اسمها لينير اكسلوريشن عشان هذي عرف ان في حاجة تانية مسؤولان عن الحركة الدائرية انك بتلفوا الدور او راكم مرجحة كده بتلفوا الدور علي هماgingوا هما سنينزورك القناة شايفين دي عبارة على طastان عن الق�esات متعمدة علي بعضها نصف دائرية فكرتها انها تحدد المستويات الثلاثة عني او واحدة قفقية واحدة رأسية واحدة متعمدة عليهم الثلاثة دول تحدد اذا كنت انت هتمشي مين ولا شمال يعنيوا کے لكون انت بتلف مين ولا شمال بتميلي مين ولا شمال اللي هي الحركة الدائرية يعني او بنقول عليها انيولار يعني حلقي. انيولار اكسليريشن. يبقى المسؤول عن الاتزان او الشعور انك يعني ايه اللي يخلي المخ بتاعك او انك تحس ان انت بتلف لفة دائرية او ركب مرجحة هي السيمسيركولر كنالز دي. تمام هي عبارة عن ثلاثة سيمسيركولر كنال متعمدين على بعضهم البعض. تمام كل واحدة منهم يعني مثلا دي الانتيرون دي بتحس لو انت تحركت بتطلع لقدام او لورا. دي اللي هي الانتيرون كنال دي مسؤولة عن انك تحس انت بتحرك لقدام او لورا. يعني تح تحس انك ماشي تطلع لقدام او راجع لورا. تمام? هي الفكرة كلهم يعني احنا عايزين دلوقتي نشعر بالحركة بتاعتنا ان انت بتلف في يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت وهكزا تمام? دي بقى البوستيرور دك بتحس ان انت بتحرك لفوق ولا تحت رأسك بتحرك مثلا لفوق ولا تحت. واخر واحدة بقى بتحس انت بتتحرك يمين ولا شمال. التلاتة بقى مع بعض بيشتغلوا مع بعض يفصروا لك الحركة الدائرية انك بتلف دائر ميضور تمام? لو واحد ركب مرجحة هم يقدروا يوزين ويوصلوا شارة للمخ الجسم في انهي وضعه دلوقتي. تمام? طب دي الميكانيزم بيتم ازاي? يعني ايه الحركة اللي بتحصل? قال لك في حاجة برضو هنا كده شبه المكيول بس شبه المكيول ده عبارة عن استيروسيليا اللي هي برضو الخلاج الشعر دي والحتة اللي فوقت اسمها الكوبيلة. هنا في سائل اللي هو الاندولمف الاندولمف ده بيتحرك نفس الفكرة كده انت لو ميلتي مين ميلتي شمال السائل اللي جوة ده بيتحرك حسب الجاذبية بقى انت مما يراسك يمين ومراك كل ما متغير وضع راسك راسك اللي فوق راسك لتحت لما متغير وضع راسك السائل ده بيتحرك فلما السائل ده يتحرك يهز الخلاة دي او لما يهز الخلاة ده هي يبقى ده الاندولمف ده الاندولمف لما يهز الخلاة دي بصوا شايفين الكوبيلة دي بتتهز الكوبيلة دي عملة زي الخيمة راس الخيمة ده معنا كلمة كوبيلة تمام? اللي هي الكوبعة والقمة دي تمام? الاندولمف دهما لما يتهز بيقوم هزز الكوبيلة دي فلما الكوبيلة دي بتتهز بيبقى راشق في الكوبيلة د استيريوسيرية خلايا كده برضو الهاذة بتاعت هذه الخلايا بتخلق ايه ماكشام المتينشام زيدي توصل للمخ تفصل للمخ. اه انت فانهي وضعها. ده على حسب ايه? على حسب انهي خلايا من دي فانهي سيمسي دي اللي هتشتغل. فلما دي انت تميل قدام بيطلع منها اكشا من حتة دي مسلا. ميلة الورا دي طلع منها اكشا من حتة دي. فالمخ بتاعك بيفهم انت تميل في انه اتجاه وهكذا دي وهكذا دي. تمام? تعالوا نشوف بقى فيديو كمان. هيفصلنا الدنيا احلى. اهو بصوا هو ايه ده الانر اير. تمام? دول التلاتة سيمسور كنال كنال هم. بيبقوا على اتصال مع الكوكولا. وده اللي بيفصل لنا ان لو حصلت مشكلة سامعية بتأثر على اتزان. وانو حصل مشكلة في الاتزان بتأثر على قدرة السمع وعلى كفاءة السمع. دول التلاتة سيمسور كنال سيبيرر وبستيرر ولاترال وساعات بتسمو انتيرر وبستيرر يعني بس اي على كل يعني مش هتفرم معنا ان يمشى على حساب الداتة بتاعتنا. هو اهو بيقولك ان كل سيمسور كنال حركة الراس شايفين هنا مسلا ان الراس هتحرك ازاي? شايفين اهو لما الراس اتحرك تمالي الناحية دي او تمام? اهو شايفين دي اهو لما تلف لما تلف راسك يمين وشمال ده بيبعت اشارة الموقع انتقرية دي دي لما انت بتبدأ اه برضو اه تحرك راسك الورق او القدام اهو اللي هو انت بتقول يس 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 يبقى سيمسور كنال لما انت تحرك راسك انك بتقول واحد او 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 يس 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 صح صح او موافق يعني تبدأ تتحرك سيمسور كنال دي فالتحرك القداع برضو ده بيخلق اكشن تمام? وهكذا بقى نفس الفكرة برضو هو ساعات بيتسموا اسمها يعني مش سبيرور ولا تلا لا لا بنتي بستيرور وانتيرور كده او دي لما تقول انه تحرك يمين او شمال راسك يمين او شمال بتبدأ تتغير الاندولينف اللي هنا يتهز فلما الاندولينف في السيمسور كنال دي بيزات يتهز ده معناها ان انت بتحاول بتقول بتحقو ديمين بسه او يتهز الناحية العكس يبقى انت بتقول شمال بسه وهكذا ده فيديو برضو اللي اعرفه كده اه عشان نعرف لو حد مسلا عنده مشكلة في السيمسور في الكنال دول فبيانتج عنه حاجة مشكلة اسمها هنعرفها برضو اسمها هنستجمص اللي هو بنبدأ ايه نبص على نريم وفضع معاين كده الكلام ده بالتفصيل هناخده في الان تي لكن احنا عندنا كلمتين عن نستجمص اللي هو ايه كلمة نستجمص يعني معناها ان العين بتتهزي كده لما يبقى عنده مشكلة في الاتزان بيانتج مشكلة او مرض اسمها نستجمص تعمل هو ايه حركة العين مش سابتة هو انت تقول له سبت عينك فهو يسبت عينه سينة وتبدأ عينه وتتهز اهو حركة بصوا العين بتيجي كده وترجع كده تيجي كده وترجع كده اهو بصوا شايفين هيا تيجي هاي وترجع تاني تيجي وترجع تاني دي اسمها هنستجمص بتتكون من اتنين فيز 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 بالعين بتمشي فيه براحة وفيز ترجع مرة تانية بسرعة تمام برضو عشان تبقى سهل على نباتج عرفة ان شاء الله تمام ده كده يبقى خلصنا لايه الفيديوهات السفيدية